شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في مقر الألم المتحدة في نيويورك هذا هو ترأس أعمال الاجتماع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحانة لسعود وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة وقد ألقى وزير الخارجية في الاجتماع كلمة أشار فيها إلى أن المنطقة العربية تواجه اليوم تحديات صعبة في ظل استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء وقال أن الزيادة حدة التوتر والتصعيد ينذر بمخاطر اندلاع حرب قد تمتد إلى داخل دول أخرى في المنطقة بما يهدد الأمن والسلم الأقليمي والدولي ما يحتم على الجميع التحرك السريع واتخاذ خطوات عملية مناسبة لحجد التأييد الدولي لدعم حقوق الشعب الفلسطينية وضف وزير الخارجية أنه ينبغي التأكيد على المطب الأساسي وهو الوقوف الفوري والدائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والأعيان المدنية وإطلاق صراح الرهائن والمحتجزين وتسير إيصال المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين وقال إنه ينبغي العمل على دعم جهود معالي الأمين العام للأمم المتحدة وتعزيز دور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وضرورة توجيه الجهود لتعزيز التواصل بين جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي مع الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المتخصصة وشدد وزير الخارجية على همية تفعيل وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 الخاص بالوضع في لبنان والقرار رقم 2735 المبني على مبادرة الرئيس الأمريكي والقرار رقم 2720 حول توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة وقرار الجمعية العامة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتم خلال الاجتماع مناقشة وجه التنسيق المشترك بين الدول العربية والدول الإسلامية بشأن التحرك الدبلوماسي في المرحلة المقبلة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على الوقوف الفوري والدائمي لإطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف حدة التوتر والتصعيد والدفع بجهود إحلال السلام العادل والشامل والمستدام في المنطقة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ترجمة نانسي قنقر